سلطت بشار السمك بالاناناس بشار سمكة مقرمش ضرع معلبة اناناس مقطع أصابع كراب فطر أبيض خس مقطع فلفل رومي سوس الرانش وعصير الاناناس كيف زبطت معك؟ لا أعرف لا أعرف اي سؤال يامر انا بحب يسألك شراحل حباشنا بتصبح علينا وليد النمري بحكي لنا صباح الخير وحمزة صوالحة بحكي شو هال الأكر الزاكي أوسكار هاني ومحمد قزتها البطاطا الجاهزة للقلي هي علا قزتها انه مرات تكون كرنش كتير تكون هي مهروسة ومقلية او بدها البطاطا العادية نقعيها بماء فاترة ونقطة خل أبيض كل لتر ماء له معلقتين كبار خل أبيض نقعيها شوي صفيها كتير منيح ملحيها وقليها وعشان ما تطلع ريحة زيت تكت فانيلا باودر بالزيت كمانا اتصال قالوا صباح الخير ام حمزة كيفك؟ حمزة كيفك؟ كيف حالك حمزة؟ الله يحفظك، شو أخبارك؟ يسعد قلبك، هل أبيك؟ نحن نشكركم على الأكلات الزاكية التي تعملوها والله بدك تتشكر علا الصراحة هي علا معك نفسك يا أمر، صباحك وارد صباح الخير ست علا هلا يا سيدي حياك يا هلاك كيف حالك؟ نحن رضا الحمد الله، نحن وانتوا بخير إن شاء الله الله يحفظك يا رب، مشكورة على المجهود التي تبذلوها على الأكلات الزاكية التي تعملوها نعم، مواجبا أكيد أتسلم عليك وصبح عليك والله الله يسعدك ويسعد صباحك ويتسلم على الأهل وإن شاء الله بيضلو لك يا رب الله يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك، حياك الله نحن سلطة سريع، خفيف، لطيف، زاكي نحط شوية خس آيزبير أزكى إشي للسلطة بعدين ويتماشروم فطر أبيض فرش على شوية ليمون عشان ما يسودش مشان هيك عندنا ما سود بالرغم من أنه مقطع زمان كما راح نحط دورة معلبة ألو، ألو صباح الخير صباح الخير كيفك وساد جمال؟ أحمد الله، نشكر الله أريد أن ألوط العلا هيا العلا معك صباح الخير يا أغس علات صباح الخير صباح الخير يا أغس علات أهلا أهلا، هياك الله مشان الله، مشان الله ترحمونا مشان الله ترحمونا أقمر يا سيدي، واتدلل أقمر واتدلل وبيوتنا وبوابنا مفتوحة لك شو جاي عبالك؟ نحن جاهزين الله يذلمك، الله يذلمك يعني أنا أكل هذه السمك ما بأحبك أو أحش بيها نعم، تحب السمك؟ قول معك أنا أنا بموت عليكي اسمه زمك صحة وعافية، بحب كل شي السمك أهلا وسهلا فيك وحياك الله، سلامة خيرك، أهلا وسهلا موسيقى باب لسنين مم في معنى من أمل السويس نفاع بتحكي من ورين صباح الخير علا عمله البوف باستري بالتفاح بس البوف باستري ما نفخت معها ليش شو السبب ولا النوع شوفي يا النوع صراحة يا أما هي رأقتها كتير أنا جبتها مرؤوة جاهزة إذا لاحظتوا القطع فهي هاي أو درجة حرارة الفرن ممكن والشيء وارد يعني بصراحة أنا الفليف لي ما حطيت ما حطيت في الوصف فيه بالسلطة ما حطيت فيعني أنتوا شوفوا الوصف اللي حكيت لنا ياها كاتي وبعدين شوفي الحلقة وما في إشي أي حدا بحوصوا بأي وصفة بدكم إياها لا تترددوا كل لياتوا موجود تحت أمركم على اليوتيوب بأي لحظة أي وقت فالمادة إليكم يعني إحنا ما عم نطلع نعبي هوا ونجوح بالأول وبالآخر بهمنا تكونوا مبسوطين ممكن تخلطي السوس مع السلطة كاتي وفيكي أو هم السيدات تحطيها زي ما أنا رحطها لغاية التقديم بالأول وبالآخر أنت اعمل بالدكية طيب في معنى اتصال من آية إلى صباح الخير صباح النور كيفك كافك يا عيون؟ أنا منيحة أنت كافك يا آية؟ أنا منيحة شوفتك أنا منيحة إيه؟ شوفتك أنا منيحة لما تكوني عشاشي أنا بنبسة حبيبة قلبي يسعد عمرك شكراً أنا مش بحبك أنا بموت عليك إيكاً وأنا بحبك كثير كثير شوفتك أنا كثير بحبك حبيبتي وأنا كمان صباح الخير يا شوفي عليك أهلاً وسهلاً صباح العسل والإشتاة حبيبتي الله يسعني أهلاً يا أمار أنت عاملان نهوش بالبيت هون نهوشين فيك كثير يا رب أتمنى أني أكوني إيش منيحة بحياتكم والله أتمنى والله إيش منيحة وبس في فعال إحنا لما نشوفك بننبس يا رب حبيبتي نتمنى أن نكون إحنا إيش حلو بأيامكم يا رب يسعدك حبيبتي يسعدك أهلاً وسهلاً فيك يا حبيبتي قلبي أهلاً وسهلاً البشار وصص فينا نخلطه مع السلطة وأنا بفضل ولكن تعرفوا إحنا لغايات الشاشة نحاول يعني نبين للمشاهد شو اللي محطوط بالسلطة لذلك أنا باتجه لموضوع الطبقات ولكن أنت إذا بدك أخلطيهم في بيتك كرمال ياخد الشخص اللي عميوكو الحصة من كل إشي موجود حتى ينتجر تعملها وحتى بالتقريب بمشي الحال يعني صحيح يعني بهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من يوم جديد يعني كالعادي كنا معكم لمدة ثلاثة ساعات تناولنا فيها العديد من المواضيع تجوفنا زملائنا بالميدان أخبارنا المحلية والعالمية وأيضاً تقريرنا اللي بنشكر دائماً زملائنا في يوم جديد على تصويرها وتقديمها إلنا في يوم جديد وآخر دائماً ساعة بتكون ختامها ميسك بمطبخ يوم جديد مع الشفع لنيروخ ووصفاتها اللذيذة والزاكية إن شاء الله نلقاكم أنا يوم الخميس ولكن إن شاء الله في بكرة حلقة جديدة مع الزميلات بيوم جديد دائماً تفائلوا بأن القادم أجمل ما في شيء اسمه مستحيل مدام أنتوا جاهزين دائماً وعلى قدر عالي من المسؤولية والمعارفة بترككم في أمان الله إلى اللقاء الله يعطيكي ألف عافية عافية عمرك بس من باب التذكير بشكل سريع كانت الحلقة للحديث عن مصنعات المحيط وكيف ممكن أنا كست بيت أكون أكثر إدارة بألبها بدل ما أنا أقليها وأطعمي أولادي زي ما قالت كاتي زيت بقدر أنا أقليها وأعملها طبقة سلطة وبقدر أعملها صحن شوربة وبقدر أعملها كمان ساندوش ديروا بالكم على حالكم بكرة إن شاء الله رح نعمل وصفات كتير طيبة تابعونا نشوفكم على خير باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة